موجة التفجيرات الارهابية الدامية التي تضرب العاصمة العراقية بغداد لا تنفصل عن التطورات الميدانية على جبهات القتال مع تنظيم داعش الارهابي ولا عن توقيت الجولة التي يقوم بها وزير الدفاع الامريكي أشتون كارتر إلى العراق وأفغانستان والاستعدادات لمعركة الموصل التفجيرات التي ضربت الكرادة الأسبوع الماضي بأكبر كمية من المتفجرات وأدت إلى تدمير حي بأكمله أعادت اليوم وضربت سوق الراشدية الشعبي وأدى انفجار سيارة مفخخة إلى مقتل وإصابة العشرات بعد ساعات من زيارة أشتون للإراق وأعلانه عزم واشنطن إرسال 560 جنديا إضافيا بحجة دعم القوات العراقية في معركة تحرير الموصل بالإعلانه أيضا قرار الاستلاء على قاعدة القيارة الاستراتيجية القريبة من الموصل بحجة تحويلها إلى مركز استشاري مع أن القاعدة موقع عسكري حيوي للجيش العراقي في مواجهة تنظيم داعش الإرهابي نستمر من هذه القاعدة باتجاه الموصل الجيش العراقي الذي يستعد مع الحجد الشعبي وأبناء العشائر لمعركة الموصل اتخذ إجراءات أمنية غير عادية في العاصمة العراقية بغداد وقام بإغلاق مداخل العاصمة وشوارعها الرئيسية وأعلن فجأة عن إجراء تدريبات عسكرية وعرض للقوات في العاصمة وذلك في خطوة تهدف إلى منع وقوع اختراق أمني في المنطقة الخضراء المحصنة